بسم الله والحمد لله والله أكبر والله أكبر والله أكبر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم أنا يخاطب في نحك يعني قال لنا أن العذاب هي مزهم أما يكون مباشر عنده وهو الصيعة وهو الرعب الذي يقضيه في قلوبهم الخبيثة أنتنا المسودة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم صدير من ينحلهم أي كرمة يذلهم يلطأتوا روسهم ويقولوا استسلمنا استسلمنا لأننا لم نعد نطيق بأسكم لأن البأس متاعكم غير مقبول لأننا نحن جبنة وانتم أقل بأس تسقطوا علينا نكون في ذيك شديد ونفكروا في الانتحار والعمليات التي يقوم بها الجيس الصيوني فيها نوع من الانتحار نظر الكلب من نتنياو يرى ليكونوا بإسراري على استمرار القصف بأي وجه استمرار الحرب يرى لي هذا كالطريق الوحيد الذي ليس يخلص أسراه وهذا كالطريق الوحيد الذي ليس يتغلب على حماس وحزب الله وهو مقلنا هو من أتعس الناس اللي أصابهم الهديان والهوذاءات استدرى لبسيكوز اللي ديلير هو ماشي بباله قال لنتصر سينتصر قال نقضي على حماس إذن سيقضي على حماس وقتل الواقع يقول حكس ذلك هو عنده لعنات وإذا معيز ولو طارو ولو شو بجوانا أنا المعيز أنا المعيز متاعي أنا نسوقهم إلى الانتحار الجماعي وهذا اللي يسمى الشاقع ويستهلوا ذلك لأنهم حطوا على رأس حكومتهم لمدة ليست بقليلة من أخبثهم وأجهلهم المسمى الناطنيعو فهو الشيطان من اتخذه بنوصيون المتمكنون الآن في أرض مقدسة من اختاروا من اراهنوا على فرص خاصر وهذا اللي وصلهم باش يشدوا سعيح باش يبقى في سلطة الحكم وهو الحقيقة برنامج انتحاري غير واضح المعال المفيد أنا نواصل قيادة شؤون الأمة الإسرائيلية الأمة الإسرائيلية أمة أمة يجبتوها أنتم بأكذيبكم قلت هذه أرض المعاد وهذه أرض مكتوبة لنا على الدوام وهذه أرض الأجداد وهذه الأرض لا نبغي الخروج منها مش تخرجون بطريقة الموت الجماعي سواء كان في صوف الجيش أو الشافاك أو 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 أنتم بنيانكم وسنهدوا بفضل الله كما قال المولانا في أول صورة بني إسرائيل صورة الإسراء لوياج نوكتور يسوء وجوهكم وليدخل المسجدة كما دخلوا أول مرة ويتبروا أي يدمروا ما علوا تدمير كل ما يقعى نظارهم عليه إلا يدمروا لأنه يذكرون بأيام مرضت فيها ملخ قهر لنا وفيها استبدال على عقول الغافلين ومن شافي بالهم الغافل النظمة الي إسراء فعلا تقول الحق هي دولة خالدة فصدق هؤلاء الكلاب من السعوديين ومن الإمارات ومن كلاب الحاكمين في البحرين من صدقوا هذا الكلام فالتجأوا منبطعين منا مطبعين منا في ظنهم أنه مش يحميهم هي الدولة الفاسدة أفسد الدول ومشافي بالهم ما هو عاد فيهم القرب يؤمنون بقوين ذات قوين الرب فسيرون وعجلوا بالتوبة يرون أيام حالك تنتهي بالقضاء عليهم وسيعلم الذين ظلموا أن يمقلب ونقلبوا والسلام ترجمة نانسي قنقر